تقول يا شيخ نحن نخاف من الصواعق والرعد على ماذا يدل هذا هل هذا على ضعف الإيمان أو خوف طبيعي ليلة الحضرمي من اليمن حضرمو تبارك الله فيك بالنسبة للصواعق والرعود هذه الخوف منها شيء طبيعي شيء طبيعي فما يحصل من أصوات مفزعة في السماء وهذه الصواعق وهذا الرعد أشك بأنه هذا مخيف وهذا الخوف طبيعي جدا طبيعي جدا ولذلك ليس له علاقة أخت الفاضلة بالخوف خوف السر مثلا لا هذا أمر طبيعي ما في أحد إلا وهو يخاف من هذا الصوت صوت الرعد صوت البرق أيضا أو البرق إرى البرق أو صوت أيضا هذه الصواعق التي تنزل هذا أمر طبيعي لا تقلقين بارك الله فيك